مرية، مرية، مرية انفجار الغضب الشعبي في الشارع التونسي مجدداً ينبئ أن ثورة عام 2010 لما تنقل البلاد إلى بر الأمان بعد سواء أكان ذلك على الصعيد السياسي أم الاقتصادي بوعزيزي جديد يشعل الاحتجاجات المصور الصحافي عبد الرزاق الزرقي أضرم النار في جسده احتجاجاً على وضعه الاقتصادي البائس فسادت حالة من الاحتقان بين أوساط المعارضة الجمعية التونسية للمحامين الشبان أصدرت بياناً قوياً دعت فيه صراحة إلى إسقاط الحكومة وصفة إياها باللاوطنية والفاشلة ووصمت منهجها بالقمعي في مواجهة الشعب المطالب بتحقيق الإصلاح على الصعيد كافة الاحتقان المؤسساتي تسرب إلى الشارع فعمت موجة احتجاجات عارمة في مدن تونس وسيد بوزيد وجبنيانا وطبربا والقصرين ونادى المتظاهرون بأعلى أصواتهم الشعب يريد إسقاط النظام وشددوا على رفضهم العودة مجدداً إلى ما سموه مربع الدكتاتورية القديم هذه التطورات جعلت البلاد على مفترق طريقين إما إعادة تصحيح مسار الثورة أو مسلك وعر يقود إلى نفق الفساد السياسي والاقتصادي الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي حذر من أن شهر كانون الثاني المقبل سيكون مخيفاً إذا لم ينتبه الجميع ويثوبوا إلى رشدهم جميع الساسة التونسيين كما يبدو متفقون على حراجة الموقف لكن خلافاتهم السياسية وصلت إلى مرحلة شلت حركة المؤسسات الحكومية فمن جهة هناك خلاف محتدم بين رئيس الدولة الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي أكد أن العلاقة بينهما محكومة بالدستور ولا شيء أكثر ما يعني أن خطوط التواصل انقطعت تماماً بين رأسي السلطة وكذلك فقد انهار التوافق الذي كان قائماً بين الرئيس السبسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي تونس تعيش مشهداً سياسياً يتعذر معه احتواء الغضب المتصاعد ويقود إلى استشراف سيناريو مقبل قد يكون عنوانه ثورة جديدة تشتعل من رماد ثورة سابقة